تونس على موعد مهم جداً يوم الثلاثاء تسعة مارس 2021 وبتدخل من رئيس الجمهورية حسب بيان أزرت رئيسة الجمهورية التونسية عن توفير اللقاحات أول جرعة بشتوصل إلى تونس فعلياً بعد الانتقادات وبعد طول الانتظار وينهابت رئيسة الجمهورية بلاغ قالت فيه في ظل متابعة يومياً من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد لمسألة توفير اللقاحات للشعب التونسي وبعد جهود دبلوماسية مستمرة لم تنقطع تصل الثلاثاء تسعة مارس 2021 من روسيا كمية أولى من لقاحات الكوفيد-19 من نوع سبوتنيك عددها 30 ألف جرعة صالحة إلى 15 ألف شخص وبش تعقبها خلال الأسبوع القادمة كمية ثانية تقدر بـ 500 ألف جرعة صالحة إلى 250 ألف شخص وبتضافر جهود كل الجهات المختصة المدنية والعسكرية سيتم توزيع الكمية هذه وفق الأولويات اللي بش تضبطها اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا برافو رئيس الجمهورية وبش نشوفه إن شاء الله نجم يكون هو وزيدا بش يعمل التطعيم وإلى ليه هذا اللي بش نعرفه في الساعات القادمة ما تنسي واشتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بش يصيلكم الفيديو القادم